تركيب وحدات التكييف الداخلية بيجينا اسئلة بشكل كبير جدا يا مهندس علاء هل ينفع نركب الوحدات التكييف الداخلية وبعدين نركب الدكت ولا نركب الدكت الاول وبعدين نركب وحدات التكييف الداخلية بمنتهى البساطة جدا نقدر نركب الاتنين مع بعض لانه في النهاية اقدر اركب مجال الهواء على حسب المخطط المعتمد وادر اركب الوحدة الداخلية ومن ثم بيكون عندنا ماشين كونيكشن بناخد المقاس مبين بداية الدكت وما بين المكينة وبيتم تفصيل المشين كونيكشن هل هي ستريت رايت ستريت ليفت ولا سنتر وبناء على كده نقدر نركب الوحدة الداخلية اولا نركب مجار الهواء اولا نركب الاتنين مع بعض on time في نفس اللحظة ودي نقطة بتكون جيدة بشكل كبير جدا